ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاق الربك ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس قال ابن القيم رحمه الله ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وانشر العلم النافع تكون ربانية قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال ابن عباس هم الفقهاء المعلمون ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته